اعتدنا في نشرات الأخبار على رؤية المظاهرات الشعبية ضد الحكومة في تايلند وعادة ما تكون للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية لكنها اليوم مختلفة جدا فهي تطالب بإصلاح النظام الملكي يعني تطال الملك ماها فجيرا لونج كورن وهناك قانون العيب في تايلند وهو العيب في الذات الملكية التايلاندي ويحرم أي انتقاد أو تهديد أو إساءة للملك أو الملكة أو وريث العرش أو وصي العرش فالملك محاط بهالة من القدسية ويدعمه الجيش وأثرياء البلد الناس تسجد عند ظهوره لا تستطيع الإساءة لفظيا حتى لصورة كلب الملك لأنك ستحكم بالسجن خمس عشرة سنة لكن يبدو أن منظر سجود الشعب تغير على الملك والملكة عند ظهورهم في شوارع بانكوك وها هي الروز رايز البيضاء الكلاسيكية المعدلة تخترق صفوها المتظاهرين وهي محاطة بالحماية كالعادة وفي العادة يلوح الملك للشعب ويوزع الابتسامات لكن اليوم الشعب غاضب لاحظوا الملكة سوثيدة كانت تلوح مبتسمة في البداية ثم تغيرت ملامحها وتلاشت الابتسامة لاحظوا القلق على وجهها هل لاحظتم الإشارة بضم ثلاث أصابع والتي هذه هي ضم ثلاث أصابع هذه الإشارة استخدمت في فيلم هنجا جيم تحظوها جيدا وتعني لك من كل الشكر والتقدير نحبك ولكن باي باي لذلك صدر مرسوم طوارئ في الساعة الرابعة فجرا يحظر كل التجمعات يحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص وحظر أيضا الرسائل التي تضر بالأمن القومي هكذا رد المتظاهرون أنتم أيضا سمعتم بالخبر وعلقتم على تويتر محمد علي يقول الشعوب بدأت تستفيق من التنويم السياسي وأعراض الوعي هي الانتفاضات في وجه الظلام ومن ينتيك حقوق شعبه بينما يتلذذ هو وذويه بثروات الفقراء الضعفاء من عامة الشعب محمد يقول بصراحة لي لفت نظري أن السرطة صرحوا واعترفوا أنه في مظاهرات وما جاهلوا الموضوع وقالوا هاي الحشود جاءت احتفالا بنزول المطر والأغرب من هيك كأنه ما عندهم شبيحة بتايلند يبدو أن المغرد سوري أبو عبد الله يقول بصراحة مخطئين خليهم على الحاصل أحسن لهم ويكفيهم عبر دول الربيع العربي وكما يقول المثال جني تعرفه خير من جني ما تعرفه تغريدة من جاك الحراني يقول فيها مقدس مين ونصحيين هيك ملوك أو رؤساء من جماعة إلى الأبد إلى الأبد يناهب البلد عايشين بعالم منفصل ومصدقين حال أن الشعوب بتحبهم وبتعشاء ملك تايلند يبلغ من العمر 68 عاما يقضي معظم وقته في ألمانيا وليس في عاصمة بلاده بانكوك لكنه من الأغنى في العالم من أغنى الملوك والأمراء تقدر ثروته بـ 40 مليار دولار شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر